المشور لبنان أين جدد اليوم نصر الله توعوده بالرد على اغتيال الشهيد العروري لبنان تقدم الشكوى لمجلس الأمن سؤالي الأول لصلاح الدين الداودي بعد فترة صمت خطابين لحسن نصر الله نهار الاربع ونهار الجماع لماذا خطابين وش خطاب واحد وما هو الفرق بين الخطاب الأول اللي كان يوم الاربعاء وخطاب اليوم هو في الحقيقة الخطابات هي مرتبطة بأحداث ومرتبطة بتواريخ دأب عليها الأمين العام أو سماحة الأمين العام لحزب الله وطبعا تتعلق بالأحداث وتتعلق بمناسبات قارة أيضا يتحدث فيها كل سنة وأحيانا يتحدث عن شهداء يخصص خطابا لشهيدا من الشهداء ولكن دائما هو يقسم الخطابات إلى مقاطع مقطع أو المقطع ثاني مقطع ثالث أو أكثر أو أقل وفي كل مرة هو قرأته عنه ذات مرة في كتاب كبير لما كان شابا كان يبدأ من العام إلى الخاص يعني يبدأ يتحدث عن كل ما يقع في العالم ثم يذهب إلى المربع الذي هو فيه عن لبنان وحتى عن المنطقة التي يكون مشغولا بمهمة فيها هذا في بداياته والآن لم يغير حسب ما أعتقد حسب متبعتي لم يغير هذا المنهج في الخطاب وهذه الطريقة في التحليل وهذه الطريقة في التأثير في الأحداث وإن كانت ارتفعت إلى مستوى إقليمي الآن ليس فقط تأثيرا في المنطقة بشكل محدود أو في لبنان فقط وفي الغالب أحيانا يعكس الآية ويبدأ بموضوع يتعلق بلبنان أو شهيد ارتقى في لبنان أو له علاقة بتاريخ المقاومة في لبنان ثم يوسع مروحة الخطاب إلى أمور إقليمية والدولية هنا هذا فيما يتعلق بالخطابات والفرق أو لماذا هذه الخطابات إلى خير في الخطاب الأول لكن قبل ذلك سأشير إلى مسألة بسرعة في الخطاب الأول خطاب يوم الإربعاء أود الإضاءة على مسألة واحدة وهي مسألة المربع الذي تحدث عنه الأمين العام وقال حاولوا الاطلاع أو من يريد الاطلاع فليطلع عن قصدي من وراء ذلك وهو يتعلق بخطاب قديم يسمى خطاب الخريطة حدد فيه المربع المقتل لكيان العدو سهوني المربع الأخطر على الاطلاع الذي يمكن أن تكون فيه عمليات استهداف لهذا العدو في يوم من الأيام سوف أضيء عليه بعجالة المربع المقتل المربع المقتل بعد حين فقط ثم فيما يتعلق بخطاب اليوم على ما أعتقد الجبهة الجنوبية التي أخذت حيزاً مهماً من وقتي هذا الخطاب ما دمنا نتحدث عن تاريخ الشهداء حتى قبل تأسيس ما يعرفوا بالموساد سنة 51 من طرف المدعو بن جوريون قوس صغير أستاذ نحب عندي لك سؤال من بعد ما هو الفرق بين الشباك والموساد الشباك هو تقريباً جهاز الأمن الداخلي العمليات الداخلية والعمليات الخليجية نحكيه فيهم بعد ونخصوله عنوان خاص به لكن خلينا في خطابات حسن نصر لهذا الأسبوع وتحدثت على المربع المقتل المعلومة التي ودت أضيء عليها وهي تدخل أيضاً في فهم قضية التهجير وقضية الهجرة من ناحية ومن ناحية مع كوس بالمناسبة العدو لديه أيضاً قانون هجرة هو يعتقد أنه لديه قانون عودة خاص به هذه العمليات انطلقت سنة 44 حتى قبل سنة 48 بأربع سنوات حيث تم اغتيال وولتر جينيس بوين أو بوين وهو لورد بريطاني كان موجوداً بصفتي أو بمنصب وزير دولة بريطاني في الشرق الأوسط في عموم الشرق الأوسط في 6 نوفمبر سنة 44 والمغتال هو مجموعة أو عصابة الشتيرن الصهيونية التي اغتالت فيما بعد أو بدأت فيما بعد بسلسلة من الاغتيالات الأخرى منهم الوسيط الدولي الكونت بيرنادوت وذهاباً أو وقدوماً أو وتعداداً لعدد كبير من الشهداء حتى يومنا هذا الفكرة الأخرى أيضاً التي أريد بسرعة أن أضيء عليها لأن في هذه الأيام أفكارك الكل مهمة في هذه الأيام تم تحديث كثير عن الموساد والشباك وأمان في الحقيقة حتى كانت حتى البحرية الصهيونية منذ مؤتمر بازل سنة 1897 تم اختلاق هذه الفكرة فكرة العدو وتم اختراع جهاز استخبارات ثم تم دمج عمدة وحدات في ذلك الوقت حتى قبل أن يعلن رسمياً عن تأسيس كيان العدو الصهيوني الذي يسمى الآن بين ظفرين دولة كذا وإلى آخره هذا موجود نجعين للفرق بين الموساد والشباك وما هي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المربع المقتل الذي تحدث عنه حسن نصر الله في خطاب يوم الأربعة نعم المربع المقتل هو المربع المسمى جوش دان في فلسطين المحتلة ثمت الكيبوتسات وهي المستوطنات الصغيرة في الحقيقة شخصياً لا أحبذ أو لا أحب هذه التسمية تسمية مستوطنات لأن غالبية الباحثين الفلسطينيين يفضلون عبارة مغتصبة أو عبارة مستعمرة لأن الاستيطان هذا يوحي بفكرة تبدو كأنها محايدة فالحقيقة هو الاحتلال الأمريكي أو نشأت دولة الولايات المتحدة الأمريكية وفي العادة نريد أن نتحدث عن الإدارة الأمريكية وليس عن الشعب الأمريكي أو كل الشعب الأمريكي نشأت على فكرة الاستيطان نحن في ما يتعلق بالاستعمار التاريخي التقليدي البريطاني الفرنسي الإيطالي إلى خيره نتحدث عن مستعمرات ويفضلون عبارة مستعمرات أو حتى عبارة مغتصبات أكثر من عبارة مستوطنة أو مستوطنات عموما ثمت الكيبوتسات أو المستوطنات المغتصبات الصغيرة وثمت المستوطنات الكبرى أو الكبيرة أو التجمعات الاستيطانية وغالبا ما تأخذ شكل مدينة مدينة كبيرة مدينة كبيرة فيها عدد مرتبط ببعضه البعض ولذلك هم يقطعون في كل مرة ويجزئون ويقظمون هنا من هنا ومن هناك حتى يتم ربط كل هذه المغتصبات مع بعضها البعض وثمت المجالس الإقليمية أو مجالس الأقاليم الاستيطانية مثل مجلس إقليم الشمال فيما يتعلق بجوشدان هذه وهذا هو المربع المقتل هو كبرى مستوطنات العدو الصهيوني ويضم تل أبيب وهرتسيليا وباتيام وناتانيا وإجدود وريشون ليتسيون طبعا هنا كل من يريد أن يتأمل سيجد هذه المدن غالبيتها هي على الحدود ما بعد حيفا وما قبل إجدود وهذا المربع لا يتجاوز ستين وهذا المربع أحيانا بالعرض يمكن أن يكون أقل من أربعين أو أقل من أربعين وهذا أخطر مربع على الإطلاق وثمت من يتوقع أنه ربما يأتي اليوم ويضرب فيه حزام ناري في مربع أو سجاديا على المربع الذي تقع فيه كل هذه الأمور بما فيهم نتنياهو وبما فيهم الكيريا وهي مقر وزارة حرب العدو الصهيوني إذن هذا المربع مساحته 1516 كم مربع ويطل طبعا كما كنت أقول على البحر المتوسط الباقي نتركه للمقاومة الفلسطينية يعني إجدود وما بعد إجدود وصعودا حتى على السواحل ويقارب عدد سكان جوشدان أربع ملايين نسمة أربع ملايين نسمة وتقريبا 95% من سكان كيان العدو الصهيوني هو الآن في سبع ملايين أو أكثر قليلا والشعب الفلسطيني هو تقريبا الضعف تقريبا 14 مليون ولذلك هو يعمل على ما يسمى القنابل الديمغرافية والتهجير والإبادة وتطهير العرق وإلى آخره إذن منهم 95% من المستوطنين أو المغتصبين الذين يسمون صهاينا وهي موطن لـ 45% من مستوطني الكيان المؤقت وهنا أيضا في كلمتين أيضا لأن أحيانا الناس يسألون ما هو عدد قتل العدو والناس يعرفون بعض الأمور وبعض الأمور يجب الإضاء عليه أولا العدو الصهيوني ثم أعود إلى جوشدان العدو الصهيوني لا يعترف مطلقا بأي أعداد رسمية أو غير رسمية وثم تظاهرة موجودة داخل جيش العدو الصهيوني لا توجد في أي جيش في العالم هذه الظاهرة هي ظاهرة ما يسمى الجندي الوحيد والجندي الوحيد هذا هو ليس يتيما فقط وإنما جندي يعني يبصم أو يوقع على أنه لا يعرف أحدا وأن لا أحد يهتم به أو أصلا لا يعرف أحدا ولا أحد يهتم به ولذا عندما يقتل عدد من هؤلاء وهم بالألاف لا يعلنوا عنهم بتاتا ويوقع الجندي مثاقا أو نوع من العقد مع جيش العدو أنه لا يطلب من ورائه شيء وبالطبع لا يصرح به أصلا هذا فضلا عن الأيتام وإلى خريب بالمناسبة في فصائل المقاومة ليس مقبولا أن يكون شخصا يعيل عائلة مثلا أو شخصا وحيدا لوالديه على سبيل المثال أن يقبل في الأعمال القتالية المتقدمة الجهادية التي يمكن أن يستشهد فيها غالبا وهنا الفارق النوعي هذه النقطة مهمة نعم فارق بين السماء والأرض يعني المقاومة لا تقبل من يعيل عائلة من يكون وحيد والديه كل المجاهدين في المقاومة هذه أخلاقيات لا يكون المسؤول الوحيد معني هذه أخلاقيات المقاومة أحيانا العائلات أحيانا الأمهات تطلبنا التحاق أبنائها بالمقاومة ويرفض ذلك وهذه قيم أخلاقية في الحقيقة كبيرة وكبيرة جدا وطبعا هذه صراحة لا نجيدها إلا عند المقاومة ثانيا إلى جانب ما يعرف بالجندي الوحيد والأيتام وإلى آخره ثمت المرتزقة ثانيا ثمت الوافد المؤقت أو الوافد الجديد على كيان العدو والذي أيضا يوقع أن لا يسأل عنه أحد وأن لا يسأل عن شيء ولا يسأل من بعده عما وقع ولا يطالب بشيء أصلا والمسألة الرابعة وهذه أيضا تدخل في عامل من العوامل أن العدو لا يصرح بالعدد الحقيقي لقتله أنه يرشي العائلات الصهيونية حتى لا تطالب بإدراج أبنائها ضمن قائمات القتلى وبين قوسين الذين عملوا من أجل هذا الكيان وإلى آخره بطبيعة الحال المال هنا مقابل الحياة أو المال مقابل الشرف أو المال مقابل عدم نشر الإسم وإلى آخره وكل هذه العوامل تدخل في التعتيم على هذه الأسماء وعدم التعرف عليها جميعا المعطى الأخير فيما يتعلق بكبرى المستوطنات هذه مركز البورصة والمصارف وشركات التكنولوجيا الكبيرة بما فيها البنك المركزي الصهيوني للأسف بعض الدول العربية دخلت حتى في اتفاقيات معها حتى البنك المركزي الصهيوني ثم أكبر مركز لصناعة وتجارة بورصة الماس في العالم ثم بطبيعة الحال الموانئ والمرافق بما فيها إجدود الإخري ثم المولدات الطاقة الكهرباء المياه إلى آخره إلى آخره وبالتالي ثم ستجدين في مربع آخر ليس بعيدا عن هذا طبعا العدو يعرف كل هذه الأمور وطبعا هو يستمع ويتابع خطابات القادة الفلسطينيين أو اللبنانيين أو غيرهم ويعرف هذه الأمور يعني الأمونيا وغير الأمونيا المسائل الكيميائية والمسائل الأخرى النووية وإلى آخره هذه كلها أمور معرفة وبالتالي وهنا لماذا ذكرنا هذا لأنه ذكر في خطاب الأدعاء ولماذا ذكر حسن نصر الله هذا المربع في هذا التوقيت بالذات بعد اغتيال الشهيد صالح العروري نعم لماذا تملكم؟ أولا نحن قلنا أن هذا المربع هو المربع الأخطر على الإطلاق وأن هذا المربع هو مقتل يعني كيان العدو الصهيوني وبعد ذلك نستطيع أن نقول كما كنت أقول لك أنه يوجد من بيني توقعات كثيرة أنه ربما يأتي يوم من الأيام عندما ترفع كل السقوف وعندما تنتفي كل الخطوط وعندما لا يكون للمعركة أي قاعدة سواء زاحت هذا العدو عن أراضينا المحتلة وقال هذا في آخر خطابة قد يأتي اليوم المفتوح من حيث السقوف ومن حيث الخطوط ومن حيث الاستهدافات ومن حيث القواعد عند ذلك الوقت لا يمكن أن نتحدث إلا عن هذا وهنا لا أود أنا أن أذهب في التخمينات كثيرا ولكن كل شيء يعني متوقع يعني لاحظت قبل مدة قصيرة خطابا خطيرا على كيان العدو الصهيوني وليس علينا نحن وهو أتى من طرف بني جانس الموجود الآن في مجلس الحرب الصهيوني يقول بالحرف الواحد قبل أسبوع قليلا المخاوف من سيطرة الفلسطينيين على إسرائيل في المستقبل ليست بعيدة عن الواقع وإسرائيل ستتقلس هنا يمكن أن نتحدث عن كل موضوع التهجير من الشمال وغير الشمال والخروج إلى الخارج والهجرة العكسية إلى خيره ستتقلس خلال السنوات المقبلة لتصبح بين مستوطنتين جديرة أو غديرة والخذيرة الخذيرة هي جنوب حيفا وغديرة أو جديرة هي جنوب تل أبيب والمسافة بيناتهم لا تتجاوز 88 كم ولذلك كنت أقول لك منذ قليل تقريبا هو نفس المربع وبني جانس هو سياسي وهو عسكري إسرائيلي وتدرجة في المناصب وكان وزير الاتفاع وقادة الانسحاب من لبنان بطبيعة الحال بش نعرف يعني هو على دراية كبيرة بالسياسة وكذلك المجال العسكرية بطبيعة الحال بش نفهمه المغزى من كلم وتدعية كلم يعني هو أسس حزب أزرق أبيض وفاز في الانتخابات ثم خرج من الحكومة ثم دخل من الحكومة والآن يعني الإحصائيات أو استطلاعات الرأي تبين أنه الأقرب بعد نتنيهو وأيضا يقال وهذا الكلام الآن في الأيام الأخيرة بدأ الحديث عن الانقلاب حتى ليس مجرد انتظار المحاكمات وإلى آخره وفينوغراد 2 بعد 2006 لجنة فينوغراد والتحقيقات وانهزام لماذا انهزم جيش العدو والمسألة السياسية الكل يتوقع فينوغراد 2 والكل يتوقع إمكانية أن نذهب أو يذهب أيضا حتى إلى موضوع الانقلاب على نتنيهو بأية طريقة من الطرق الممكنة وعندما يتحدث عن هذا المربع فبطبيعة الحال هو عسكري وهو يباشر هذه العمليات وهو يعرف حدود المخاطر ويعرف درجة المخاطر ودرجة التوترات وهذا التوقع ليس توقعا لإنسان يعني غير ذي مسؤولية أو لا مسؤولية له هو إنسان يتحدث من موقع القرار عن مثل هذه الأمور وبالتالي فإن كان من يوم يتم فيه حسم هذه الأمور بصفة نهائية فإنه سيكون من هذا النوع وفي مثل هذا المربع وبهذه الطريقة التي كنا نتحدث عنها ما عدا ذلك أو في عدا ذلك ستكون العمل تنقيتي أو نقتي أو طويل أو استنزافي طويل ويكون عمل على مراحل ويكون عمل بالنقاط كما قال الأمين العام في الخطاب الثاني تقريبا الخطاب الثاني ما بعد 7 أكتوبر علما وأن المقاومة في لبنان بدأت في اليوم الثاني يعني يوم 8 أكتوبر دخلت هذه المعركة وقال بدأنا في يوم 8 أكتوبر رغم أنه جوهر لم نكن على علم بما سيحصل يوم 7 أكتوبر وهنا يعني إذا أردتي أيضا في كلمتين فهذه الأمور مهمة جدا عندما يقول الأخ الشهيد صالح العروري رحمة الله عليه وأنا أتعمد أن أقول هذه الجملة حتى تبقى خالدة وهي ستبقى خالدة لأنه الرجل الأكثر وحدوية على الإطلاق ولو تذكرين عندما كنت معك في أول مرة قبل أكثر من شهر تحدثت عن العروري بالذات نعم بمعنى من المعاني يقول الشهيد العروري في مواجهة الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية كلنا في تنظيم واحد اسمه تنظيم الشعب الفلسطين وهذه العبارة وهذه الجملة علقت في الأيام الفارطة في غير مكان في لبنان وفي فلسطين المحتلة لأنها جملة بوصلة وجملة تنقلنا إذا أراد الإخوة في فلسطين كل الفصال الفلسطينية الانتقال حقيقة إلى استراتيجية وحدة واستراتيجية وحدوية واستراتيجية تنفيذ ميداني وسياسي لاستراتيجية وحدة الساحات التحريرية بجانبها التحريري في جانب حل التحرير الشامل والنهائي وإن على مراحل فإن هذه الجملة لابد من أن تحفر في عقول الجميع بالمقابل الآن وقبل أن نتحدث عن التفاصيل التي تخص الجبهة الشمالية ونقصد هنا جنوب لبنان كما كان يتحدث الأمين العام في دقائق سمشوا للأردن ثمت استراتيجية لأن البعض أحيانا ربما يستهين ببعض الأحداث ولا يريد أن يدقق في بعض الأمور وفي الحقيقة التدقيق في بعض الأمور يعيدنا دائما إلى السواب ويبين لنا حدود آراءنا وحدود مواقفنا حتى في مثل هذا النقاش معك عندما يدقق الإنسان سيجد أكثر قدرة على الفهم وسيقدم معلومة أكثر قيمة قبل أن يتسرع ويبني على أمور من هنا وهناك ثمت استراتيجية عسكرية اسمها استراتيجية فابيان استراتيجية فابيان هي تعتمد على تجنب الحسم والمواجهة المباشرة في ظرف وجيز وبالتالي هي تجر العدو إلى استنزاف طويل وهي تقوم على قاعدة القاعدة طبعا هي أعمال مشاغلة مشاغبة مناوشة ضغط للتخفيف على غزة ولتشتيت العدو وحتى يعني يثبت قواه في مكان ما ويتم إرهاقها لأنه لا يمكن أن يأتي بقواه أخرى من الجبهة الشمالية المرة الفاتت جاب من الضفة الغربية ناس غير مؤهلين وغير مدربين وليست لهم قدرات عالية أصلا هذه الاستراتيجية تقوم على تعطيل عمل العدو والتأثير فيه والتأثير في معنوياته أيضا وعندما يعتقد الأضعف ماديا بطبيعة الحال نحن دائما أقوى معنويا والآن ماديا نحن نقلب موازين القوى تدريجيا فإنه يرى أن الوقت في مصلحته الضعيف ماديا إلى حد ما سينظر إلى الوقت على أساس أنه من مصلحته والوقت ليس من مصلحة العدو وبالتالي فهو يستعمل هذا الأسلوب وهو أسلوب جر العدو إلى حرب استنزاف وفي حرب الاستنزاف هذه بطبيعة الحال عدا عن المدنيين نحن دائما لدينا مشكل فقط فيما يتعلق بالجبن الإجرام الإرهاب التوحشي الذي لا يعرف من الحرب إلا قتل المدنيين ولكنه ينسى ثمة مجرم حرب آخر في كلمتين وهو كيسينجر معروف وزير خارجي أصبق للولايات المتحدة أيضا يؤكد على هذا المعنى الذي كنت أقوله بطريقة أخرى على نفس استراتيجية نعم ولكن يثبت نفس الشيء يقول كيسينجر لقد خضنا حربا يتحدث عن فيتنام لقد خضنا حربا عسكرية وخاض خصمنا حربا سياسية طويلة سعينا إلى الاستنزاف الجسدي لكن خصومنا يهدفون إلى إنهاكنا النفسي وهذه القوة في الإنهاك النفسي وهذه العملية في هذه العملية يتحدث هنا عن حرب العصبات نسينا أحد المبادئ الأساسية لحرب العصبات إن حرب العصبات تفوز إذا لم تخسر والجيش التقليدي يخسر إذا لم ينتصر بمعنى العدو الذي معه قوة مادية كبيرة إذا لم يحقق أي هدف فهو خاسر دفاكتو خاسر أصلا وخاسر واقعا وخاسر منذ البداية أما الجانب المقاوم في حرب العصبات الذي يملك أقل قوة مادية فهو لا يخسر أهدافها بل يحقق أهدافها وبالتالي فهو ينتصر في كل الحالات حتى إذا لم يحسم عسكريا وبطبيعة الحال مفهوم النصر لدى المقاومة هنا ليس مفهوم النصر لدى العدو وهذا جالنت وزير الحرب الحالي وقبله رئيس الأركان الذي دائما ما يلقب بالفيلسوف كذبا وزورا كوخافي قام عمل على ثلاث أربع ورشات متتالية اسمها ورشات النصر ولم يخرج بشي حتى أنك كنت الآن منذ قليل أو في الأخبار كنت تتحدثون عن قضية الساعة الصفر هي النتاج كلها صفرية نعم النتاج كلها صفرية ماديا ومعنويا لكن نحن السؤال هنا السؤال هنا